سهلا وسهلا بكم بدرس جديد على قناة سيلينجو بدرسنا اليوم سنأخذ موضوع بخصنا بهاي الأوقات من السنة واللي هو عيد الميلاد ورأس السنة نويل اي نوفيلون بما انه هلأ هلتا المناسبة بما انه نحن بزمن هاي المناسبة فلازم نعرف شو لازم نحكي شو جمال يمكن نستخدمها او التعبير او المصطلحات المتعلقة بعيد الميلاد ورأس السنة بداية انا اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس لحتى يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات اول ما ينزلو واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملو اعجاب للفيديو نويل اي نوفيلون نويل اي نوفيلون نويل اللي هو عيد الميلاد اللي محتفل فيه بـ 25 دسمبر قانون الاول و نوفيلون اللي هي رأس السنة اللي محتفل فيه بليلة 31 دسمبر اللي هو 31 قانون الاول فنحنا شوفي كلمات ممكن نستخدمها او تعابير للتمنيات بهاي المناسبة فنفينا نستخدم جويو نويل جويو نويل اللي بيجي بمعنى عيد ميلاد سعيد كمان فينا نستخدم بون فت دو نويل بون فت دو نويل اللي هو كمان عيد ميلاد سعيد بالنسبة للنوفيلون فنقول بون النه بمعنى عام سعيد او فينا نقول كمان بون غيفيون شو هي الغيفيون الغيفيون هي السهرة الاحتفالية اللي بيكون فيها طعام ووجبة طعام يعني بليلة 24 دسمبر اللي هي ليلة عيد الميلاد او بليلة 30 دسمبر اللي هي ليلة راس السنة فبهي الحالة ونتشوف الاشخاص بهي الاحتفالية فنقول بون غيفيون فينا نقول كمان بون فت دو فن داني بون فت دو فن داني اللي هي سنة جديدة سعيدة او بمعنى نهاية السنة سعيدة بمعنى ميكون احنا باخر السنة كمان منقول بون النه بون سنتي بمعنى عام سعيد صحة جيدة كمان هي من التمنيات اللي منقول الاشخاص و فلا نقول كمان جو فوogramت اللهบ اللي هي جديدة ها بمعنى جوايوز فت داني طبعا هون حاتنا جوايوز فت ننابح لانو نحكي chegou الفات دو نويل والفات دو تبع الانيه نوفيلان فننتبه لهي نقطة فهي جويوز بالجمع والفات بالجمع بس بنحط الدو هلأ بعد ما خلصنا من أهم التمنيات ننتقل لأهم التعابير الأفعال والمصالحات اللي ممكن نستخدمها بهي الفترة المعنى الفعل ديكوغي ديكوغي اللي هو الفعل يزين نستخدم الفعل ديكوغي أو يزين لحتى نعبر عن تزين شجرة عيد الميلاد فعننا مثال بمعنى هم يزينون شجرة عيد الميلاد وستخدمنا الفعل ديكوغي اللي هو يزين فالفعل ديكوغي منستخدمها نتزين شجرة عيد الميلاد كتير في ولاد بفترة عيد الميلاد بيكونوا منتظرين الهديه من البر نويل اللي هو السانتا كلاوز أو البابا نويل وفي كتير أولاد بيعتقدوا أنه البر نويل هو حقيق أمان وكذب فنحن نعبر عن هذا الموضوع فنقول كروغ وبر نويل كروغ وبر نويل بمعنى الاعتقاد بأنه بابا نويل حقيقي فهونا لنحس المثال الكروغ وبر نويل الكروغ وبر نويل هي تعتقد بأنه بابا نويل حقيقي هلا حننتقل على الأهم الكلمات اللي ممكن نستخدمها بهالفترة اللي متعلقة بالعيد الميلاد وزينة عيد الميلاد اللي هي أون بوجي أون بوجي اللي هي الشامعة أون بول دو نويل أون بول دو نويل اللي هنا نلطابات اللي نحطها على شجرة العيد الميلاد فنقولون أون بول دو نويل طبعا الجامعة دي بول أون غيرلاند أون غيرلاند هي اللي متلق بمعنى أكليل إذا من لاحظ بزينة عيد الميلاد أحيانا على الشبابيك حد جنب الشجرة على الدرج مثلا ممكن يكون فيها مثل الشراية خضرة مثل أنه على أساس عشب أو شي ويكون عليهم طابات حمر صغيرة ومزيانين ويكون عليهم بابيونات حمرة فهو هاي أون غيرلاند أما أون غيرلاند أون غيرلاند أون غيرلاند اللي هو السلسلة الأضواء اللي بتتعلق على شجرة نحن بالعامية من ألا السيري بس هي السلسلة الأضواء اللي بتكون مزينة فيها الشجرة وبالضبع الشجرة فأون غيرلاند لومينوس بمعنى أكليل مضيء و أون غيرلاند ألكتريك بمعنى أكليل كهربائي بس يعبروا على السلسلة الأضواء اللي بتكون تنحط على الشجرة مشان تضوي الشجرة أون كوغون أون كوغون يلي هو أكليل هذا النوع من الأكليل هذا بنلاقي محطوط على بواب الميزونات أو بواب الأشخاص و بيكون مثل هيك كمان نفس الشي نفس مبدأ بس بيكون شكله دائري و بيكون كمان مزيين بشغلات العلاقة بعيد الميلاد أون اتوال أون اتوال واللي هي النجمة و غالباً بتكون نلاقي كتير زينة نجم نجوم بعيد الميلاد و منلاقي كمان نجمة على شجرة عيد الميلاد فهي أون اتوال و من الكلمات كمان اللي بنستخدمها لباير نويل لباير نويل أو سانتا كلوز أون سابان دو نويل أون سابان دو نويل واللي هي شجرة عيد الميلاد أون شوسات دو نويل أون شوسات دو نويل شوسات دو نويل هي مثل شكل الجرابة كبيرة عادة الأهال بيحطوها جنب الشمينة اللي هي المدفئة أو جنب الشجرة و بس يجي على أساس بابا نويل الباير نويل فبيحط الكادور أو الهدية بقلب الشوسات للأولاد والأولاد بيصيروا بيطرعوا الهدايا من الشوسات اللي هي فينا نقول الجراب الكبير اللي بيكون بنحط فيه الهدايا تبعيد الميلاد جوية نويل جوية نويل اللي هي عيد ميلاد سعيد أين كادو دو نويل أين كادو دو نويل ولي هي هدية عيد الميلاد و الشومينة اللي إلنا شومينة ولي هي المدفئة أو أغالي من بتكون مسلا على الحطب فأين شومينة هلا حننتقل للتعبير اللي بنستخدمه بالله غيفيون العريفايون دونويل العريفايون دونويل اللي غيفيون هي السهلة اللي بتجي بليلة النويل اللي دونويل يعني هون بليلة 24 دسمبر أو بتكون بليلة 31 دسمبر اللي هي اللي ترى السنة فبنسمها للغيفيون دونويل واللي اللي فقلنا من قبل بقدموا فيه واجبات وأكلات بتكون يعني تقليديا هي هي الأكلات والواجبات اللي بتتقدم بهذا اليوم ومن السنة منا لبوشتو نويل لبوشتو نويل هو قلب القاتو اللي بتقدم بعيد الميلاد واللي بيكون على شكل غصن شجرة ومزين هو بيكون رول و بس بيكون مزين على شكل غصن الشجرة الترديسيون طبعه انهو بفرنسا بس كمان هو موجود بسوريا بلبنان فاكتر من دولة بهي الفترة بيزين نزل كتير لبوشتو نويل اللي هو تعبير انهو نوع القاتو اللي بتقدم بعيد الميلاد لازويتر 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 ولي هي طبق المحار اللي كمان کimmers اجد أنما اقومة بهي الفترة من السنة وبيعاكلو اغلب العالم يملك الدين دين أو ماغن النوع دين هو الدين أخرو من الماغن والماغن هي نوع من انواع الكاستنى فابيتقدم معو kittens ك كايستنى بيكون معو لدين видите وماغون الصحن الذي يكون في عدد انواع من الجبنة كل انواع الجبنة تقريبا مع مثلا مكسرات مع عنب مع بتين او فوايكي مثلا مجففة فهو الاتابلو دو فخومج وهكذا يكون خلاص درسنا اليوم اللي اخذنا فيه اهم الجمل والتعبير والمصلحات اللي ممكن نستخدمها بفترة النويل والنوفيلان متمنى هالدرس يفيدكم ويعجبكم فاذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك تشركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكون اشعارات بالفيديوهات اول ما ينزلوا الصور اللي شفتوا اليوم مع الكلمات اللي موجودة فيها والتعابير اللي اخذناه وكلاتهم موجودين بي القلوري على موقع سيلينغو رحطوا لكم الرابط بسندوق الوصف مشان اذا حبيتوا تشوفوا الصور ترجعوا وتراجعوه وتدرسوهن وتحفظوا الكلمات الموجودين فيها وتربطوا وتحاولوا تستخدموا اسلوب التعلم المرئي لانهو كتير مفيد ويساعدكم على ربط الكلمة مع الصورة وهات بسهل عليكم حفظه اذا كان عندكم اي سؤال استفسار او اقتراح اضطوا ليه بالتعليقات وانا رح جاوبكم عليه بتمنى لكم دراسة موفقة والى اللقاء بفيديوهات قادمة